من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلي الحديث ده كان الشيخ الألباني الله يرحمه ضعفه في السلسلة الضعيفة وجه في الجزء السادس صحح تاني رجع تاني وقال صحيح بعد أن اطلعت على شواهد للحديث حسن لغيري الشاهد ايه هنا بس خلاص الكلام انك انت لما تستشعر لذة العبادة دي وتتمكن من قلبك فتبدأ تزود العبادة وتتقن العبادة وتكسر العبادة وتستولي عليك وعلى قلبك وفكرك وروحك وحياتك وجودك في العبادة مع الله سبحانه وتعالى ساعتها تبقى انت فررت هي دي الرحلة هي دي رحلة الفرار ورحلة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى قال تعالى وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ولكن ثمت ثمت عوائق وعلائق وعقبات بينك وبين الله في هذا الطريق اذا كان الامر كما ذكرنا ما فيش مسافات بين العبد ورب امالي الناس ما بتوصلش زي ما سألت قبل كده هو دخول الجنة سهل ولا صعب دخول الجنة سهل جدا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ مثل وضوء هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله ما اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فضل تتوضى وتقول أبواب الجنة فتحت ادخل يبقى دخل الجنة سهلة ولا صعب سهلة جدا وما الإيه المشكلة المشكلة إحنا المشكلة نفسنا نفسنا أن أنت غالبا بتتوضى مش زي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بتوضى على مزاجك غالبا أما بتتوضى ما بتقولش غالبا لما تقول بتقولها بغير قلب وغير استحضار النية لأن لازم احتساب النية فيها احتساب الأجر غالبا لو قلت واحتساب الأجر بتعمل بعدها دم بيحبطها يبقى أنت اللي بتضيع الجنة الجنة مش صعبة الجنة سهلة بس أنت اللي عمل زي ما قال كده وضع السدود ثم يبكي من العطش ثم المياه كانت جاية اللي عمل زي دالي ترجمة نانسي قنقر